اشتركوا في القناة في مستهل اللقاء رحب جلالة الملك المفدى بالجميع وتبادل معهم الأحاديث الودية ومعربا أيده الله عن اعتزازه بعضاء أهل المحافظة الجنوبية وبمواقفهم الوطنية المشرفة وإسهاماتهم في نهضة البحرين اضاف جلالته أن نابعون الله نشهد تحسنا كبيرا نحو تجاوز مرحلة جائحة كورونا وعودة الحياة إلى طبيعتها السابقة وذلك بحمد من الله سبحانه وتعالى وبتكاتف وجهود الجميع نوه جلالته بأهمية هذه اللقاءات المباركة مع أبناء البحرين الكرام والتي تعد إرثا مستمرا تحرص عليه قيادة البحرين وشعبها على مر التاريخ حيث يستبدون منه القوة والعزيمة للمضي قدما لتطوير المسيلة الوطنية متكاتفين يدا وحيدة على طريق الخير والمحبة أكد جلالته أن ما يتحقق اليوم من بناء وتطور له أسس راسخة وضع على بناتها الأباء والأجداد بجهودهم المشهودة وإخلاصهم وحبهم لوطنهم وأثنى جلالته على المواقف الوطنية الخالدة لشعب البحرين العزيز على امتداد تاريخ البلاد المعاصر والتي مكنت البحرين من تخطي الكثير من التحديات داعين الله عز وجل أن يحفظ البحرين وأهلها ويديم على الجميع الخير والأمان وألقى الشاعر علي أحمد علي الرميحي قصيدة أمام جلالة الملك المفتى بهذه المناسبة يا هجوسي حظري يوم مرسول اللفاني كلفوني يا عساني عند ظن وعند نية استعنت بخالقي وانشيت من حرفي بياني واستهلت وانطرت ديم الهجوس العقربية من مكاني سقتها قصر الاصخير من مكاني أبتديها باسمك اللهم ربي والتحية يا سلام الله سلاماً يا العديم الصيرماني شيخنا الزيزوم قايدنا حمد زبن الونية يا البشوش الحاني الأب العطوف المرحباني يا جواد معطي يا راعي الكفة الندية يا حكيم حاسم يثبت لي مال الزماني يا وريث العز يا نسل الشيوخ الوائلية من قديم فاللوازم كل ما مس البطاني تاردون حياظها من عادها بقعة صبية يا هل العادات ما بهدونها الخبر اهتواني واثقين بالله هل يخص حكام ورعية حبكم وسط العيون وبين حدبات المحاني ما لحق هدنات شك وانقله حتماً عليه عن رفاع العز عن عسكر وعن جو مكاني عن مدينة عيسى والزلاق والدور الوفية عن أهاليها الجنوبية ومشاعرهم تراني قاطفاً زهر الغلاء وقدمه في مزهرية النفل والياسمين بها ورد الديد حاني باقةٍ يعلها تنقل عن الخافي شوية عن مشاعر طفل بعينه محبتكم تباني عن مشاعر شايب نوصى بكم جملة ذوية والمشاعر في اختصار في دعاء وامتناني نحمد المولى عطانا شيخنا أثمن عطية ونحمد الله يرتفع من فوقنا صوت الأذاني ونحمد الله رافعٍ عنا الوبى صبح وعشية وثنا بعد أهلكم وأهل العزم وأهل التفاني والولي العهد عسى في المهمات العصية ويا بلادي يا هنى عمري ومبداي وأماني يلا هن تجعل جميع أيامها الخضراء هنية ورفرفي يا رايت من فوق عالية المباني عانقي كل النجوم ودارنا حره أبيه ولا عدمنا شوفكم يا شيخنا في كل آني وهني اللي يشوفك واسعد حظه وحيه طلتٍ ما كان هلا طلت سهيل اليماني ساعةٍ ما كان هلا ساعة الوسم وهمية يا عسى عمرك مديدٍ ممتلي فوز وتهاني يا حمدنا يا ذرانا في الملمات القوية عن مكلفني وعنا وعن كل قاصي وداني الولى والود من نبض المعاليق النقية حن على عهدٍ وبيعه ما يغيرنا الزماني ما تزعزعنا الظروف وما مشينا بالخطية ذات مثالي وذا ما جيت به من جو عاني قافٍ منقى وجيت أقدمه لجلك هدية ما بدعته لجل قول الناس صح الله لساني وما كتبته طامعاً أو بينفاق أو بيدنية الشعر موروثنا ونحمد المولى هداني وهبي نحت البيوت الطيبات الأجودية صغتها في قصركم يا شوق زاهيت المعاني في ديار نارها من سالفة الأيام حية في جنوب من رفاعه ما تحدر للطماني من رقاله شم طيب شم ريح الشاذلية والشكر لله إلهي رازقي ربيك كثفاني والختامة كصلاة الله على أحمد نبيه السلام عليكم من يسمع طالعاً وقد أعرب جلالة الملك المفدى عن شكره للشاعر الرميحي على هذه القصيدة من جانبهم رفع أهل المحافظة الجنوبية جزيل الشكر والعرفان والامتنان إلى المقام السامي لجلالة الملك المفدى ومعربين عن سعادتهم بهذا اللقاء المبارك مع جلالته والذي يجسد حرصه رعاه الله على التواصل مع الموطنين دعين الله عز وجل أن يحفظ جلالته ويرعاه ويسدد خطاه ويمتعه بوافر الصحة والسعادة ونبقيه ذخراً وفخراً وعزاً وسنداً لمملكة البحرين وشعبها الوفي ترجمة نانسي قنقر